طيب نقدر نقول إن أي محافظة من محافظات مصر هي الأكثر جودة تعليمية ما قدرش أقول عشان المحافظات والمدريات بيزعلوا إيه لما بقول الأمثل بس أنا هقول بالنسبة للمؤسسات عدد المؤسسات المعتمد نسبة إلى إجمال المؤسسات التعليمية الموجودة في المحافظة مصر كلها هقول حليك الرقم اللي هو حوالي 5700 مؤسسة 5700 مؤسسة معتمد مدرسة ومدرسة تعليم عام وأزهاري من حوالي من إجمالي 55 ألف مدرسة يعني بنتكلم على حوالي 11% فقط 5700 حوالي 11% 11% فقط من مؤسسات التعليم قبل جماعة ودي تشمل رياض الأطفال الابتدائي الإعدادي السنوي اللي هو اللي احنا كل المؤسسات اللي احضرنا بالنسبة للمحافظة على المستوى المحافظة أقول لها بالنسبة لعدد يعني النسبة بقى كام مؤسسة تقدم يعني يعني فيه كام واحدة معتمدة من إجمال المؤسسات التعليمية أعلى مؤسسة أعلى محافظة عندنا هي دوميات دوميات تليها الوادي الجديد يليها تليها المنوفية الأليوبية السويس الدقاهلية البحر اللحمة بورسايد القاهرة أنا وصلت لغاية أنا وصلت لش نوصل للقاهرة عشان عشان فيه فيه محافظات كتير بس الأعلى هي دوميات دوميات يعني أنا حاب بقول دهم الدوميات والوادي الجديدة الأساس أن الوادي الجديد كالطول عمرها هي المتصدرة القائمة ودي جديد الحقيقة والبحر اللحمة كانوا دايما المتصدرين القائمة يا جوز هتقول لي حدرتك مهوم عشان أعداد المؤسسات التعليمية بتاعتهم أقل شوية دي حقيقي طبعا العدد اللي بيتقال سحرجو بتحسبوها نسبة مقوية نسبة مقوية عشان نتكلم عن من نسبة مقوية أقل مؤسس نسب المعتمد من نسبة إجمال المؤسسات التعليمية الأعداد دي حتى 2018 لم تتغير كثيرا في 2019 هنلاقي نسب يعني بسيطة جدا جديرا بالذكر زي ما بيقولوا أن محافظة شامل سيناء كانت برضو من أقل المؤسسات النسب التقدم فيها ده يمكن السبب اللي خلنا نزلنا العريش بالزبط عشان لأنهم كانت للأسف نظرا للظروف بعض الظروف اللي كانت مش بتمكننا أن احنا نطلع في الفترة اللي فاتت فدلك اللي خلانا نقول احنا ده مش بسبب المحافظة نفسها فاحنا فعلا نزلنا زلنا مدارس محافظة سيناء